موسيقى موسيقى حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام مستمرون وإياكم بتغطية اليوم الثاني من اجتماعات أسطنى بجولتها الثالثة عود وذكر أسادة المشاهدين اليوم هناك اجتماع ثلاثي وهناك اجتماع الثنائي مفردة عقد أيضا هناك سوف يكون بيان ختامي في ختام هذا اليوم كما ذكر بمفادة الإخبارية السورية قبل قليل الإخبارية أيضا قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية بأن وفد من المجموعات المسلحة سوف يصل مساء اليوم إلى كازاخستان سوف يلتقي بالغد ممثلين وخبراء عن الدول الضامنة لكن البيان الختامي حسب ما ذكر بمفادتنا سوف يستمر اليوم حسب جدولة نحن بانتظار التفاصيل التي سوف تكون موجودة هناك اسمحوا لي أن نرحب بضعفنا الذي يرافقني في هذا الجزء من تغطية الإخبارية السورية الأستاذ أحمد مراي عضو مجلس الشعب وعضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي صباح الخير صباح الخير حسين ألاك والأستاذة مشاهدي قناة الإخبارية السورية تفاصيل كثيرة كنا نتحدث فيها منذ الصباح ومنذ الأمس حول الجولة الثالثة من أستنام الاستهتار التركي لازال موجود التعنت بعدم إنجاح الجولة وغيرها من التفاصيل كان هناك عدم موجود للأرهابين هناك وفيد سوف يصل هذا اليوم ما الذي تغير بين الأمس واليوم حتى يأتي الأرهابين شوف يعني ما في شك بأنه هيدا الجماعات أو شيء حتى نحطها بالإطار الطبيعي والقانوني لألا بأنه هيدا الجماعات تثبت مرة تلو الأخرى منذ بداية الحرب على سوريا بأنه هيدا جماعات تتحرك بالريموت كونترول وبالتالي جيها الإعاز بأنه تشارك اليوم بتشارك وجيها الإعاز بكرة أنه ما في مشاركة بتشارك وهذه المشاركة هي حسين لا تخرج عن الإطار المفاوضات أو المحادثات أو النقاشات التي تحصل ما بين التركي والروسي حول جمعة من الملفات والقضايا وتحديدا دور الإيراني وجينيف بالمرحل المقبلة الانتشار العسكري للأتراك في منطقة الشمالية سوريا كل هذه الأمور هي جزء من حالة الضغط بموضوع مشاركة وفد المعارضات المسلحة بين المزدوجين أو عدم مشاركتي وبالتالي هذه المعارضات لم تشارك في الأمس ما كان في أردر ما كان في أردر ما كان في مية بالمية أردر ما كان في طلب اليوم يعني قالت أنه هي بدأت تشارك ولكن نرجع للنقطة الأساسية حول هذه المعارضات لا تزال في معضل الأساسي بأن هذه المعارضات وإن كان فيه توافق إقليمي حول مشاركة عدد أو فصيل من هذه الفصائل في هذه الاجتماعات ولكن لا تستطيع أن تمثل كافة شرائح أو فئات الشعب السوري بحسب ما تدعي بأنه لها تمثيل على الأرض وبالتالي هي ذهبت لديها شرعية بالتفاوض مع وفد الحكومة السورية يعني عدة نقاط حقيقة يعني تثبت هذه المعارضات بأنه لا تزال تشوبها منها أنه ارتباطها بالملفات الإقليمية وارتباطها بالأجندات الخارجية وتحديدا الوضع التركي في المرحلة الحالية وأيضا أنه هذا التمثيل هو تمثيل معارضات ضعيف أنا بتقديري لا تزال المعارضات بين المزدوجين لا تستطيع أن تقدم شيء لمن يدعون بأنهم يمثلونهم نحن بانتظار تطورات الأمور نشوف شوه البيان الختامي اللي ممكن يصدره وعلى أساسه ممكن يكون التعليق حول هذا الموضوع طيب وقف الأعمال القتالية تثبيتها ومثل ما يفصل ما بين المجموعات الإرهابية وتحديد أماكنها وتحديد أماكنها عن جمهة النصرة ودنظيم داعش في قدرة على هذا الشيء تداخل صعب العنوان العام لإستانة ثلاثة هو شو فلسفة إستانة يعني هو ما في شك بأنه بعد الانتصار التي حققه الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء بحلب يعني كانت الدولة السورية تريد استثمار هذا الإنجاز العسكري بالتدعيم الحل السياسي وبالتالي كان هناك جينيف الإستانة واحد واثنين واليوم ثلاثة للتمهيد لزهاب تجاه حل سياسي في جينيف للأزمة السورية يعني هاي فلسفة إستانة هلأ نتحقق أمر أساسي بواحد واثنين بأنه تم التوافق على أن يكون في وقف إطلاق شامل النار تم خرقه بأكتر من مرة من قبل جمعات المسلح وهذه حجة مبارحة جمعات المسلحة بأنه عدم حضورة للإستانة بأنه الدولة السورية لم تلتزم بهذا الأمر والضغط على الدور الروسي وحطينا مثل ما أننا بالمقدم ضمن إطاره إستانة بالتأكيد على العنوان الأساسي لهذا الموضوع بأنه تدعيم حالة التعاون ما بين الدول الضامنة بحسب ما تم استلاحا أو تسميتها أيضا تدعيم مقف إطلاق النار وتحديد أماكن تواجد الداعش والنصرة عن غيرها من الجماعات المزدوجة أيضا بين المعتدلين أنا بتقديري إحسين بأنه يعني توجد نوايا لدى حلفاء سوريا بإيجاد حل هذه الأزمة لكن مشكلة بالطرف الآخر المشكلة دائما كانت بالطرف الآخر الطرف الآخر يعني عم يشتغل شوي إعلامه عم يشتغل شوي سياسي لأنه لا يريد أمام الرأي العالمي أن يقال بأنه هذه الجماعات المسلحة هي ضد الحوار مقابل تأكيد الدولة السورية بشكل دائم ومستمر ودوري ويومي على الحوار والحل السياسي لذلك جزء من المشاركة في هذا الإطار هو يعني تدعيم صورة المعارضات أمام الرأي العام العالمي بأنه هي مع الحوار وهي من جماعات غير إرهابية وهي مع الحل السياسي وبالتالي نحن رايحين لم تنضج الأمور باتجاه إيجاد وفد معارضة حقيقي ويحبر عن ما تمثل هذه الجماعات من إرهابين على الأرض ربما في الجلسة المقبلة من جينيف تبلورت أمور أخرى ممكن من خلاله يتم ناقش نقاط أساسية في جينيف إذا تم التوصل إلى نقاط أساسية بموضوع التعاون نقاط أساسية في الأستنى؟ في أستنى في أستنى يعني تثبيت وقف إطلاق النار على أساسه يتم النقاش لا يمكن أن تذهب تعمل حوار وما فيه وقف إطلاق النار والحرب بشاعله إذن كان الاستهداف الأساسي للأمم المتحدة والدول الضامنة لهذه أستنى بأن يكون هناك وقف إطلاق النار تدعيم التعاون وتذليل كل العقبات ما بين الدول الضامنة والتي عملت أكثر من اجتماع اليوم وبالأمس تركي بعيد عن كل هذه التفاصيل تركي يراوغ ويراوح في مكانه التركي من عند الموقف الأمريكي عندما تم تصريح من قبل دونالد ترامب بأنه سيكون هناك مناطق آمنة التركي عمل ردي وانقلاب على العلاقة ما بين الروسي والتركي لذلك أصر بوتين عند المؤتمر الصحفي بينه وبين أردوغان التأكيد أو التذكير بالدور الإيراني في المنطقة اللي يقول بأن هناك حلف استراتيجي مشكل من سوريا إيران وروسيا وأن هذا الحلف الاستراتيجي متماسك وقوي ويرسم استراتيجيات في المنطقة ولا تستطيع أن تخرج عن هذه الاستراتيجيات إذا أردت أن تخرج من الأزمة السورية بأقل الخسائر لذلك التركي اليوم يريد أن يخرج من الأزمة السورية بأقل الخسائر ولكن لا يزال يعول على الخطة الأمريكية التي لم تتبلور حتى اللحظة يعني حتى الدول الخليج والأتراك اليوم لديهم تأكيد بأن الخطة الأمريكية أو الرؤية الأمريكية للمنطقة ضبابية وغير واضحة وما بيعرفوا على أي أساس بديمش لذلك أنت بتشوف حالة التخبط عند التركي اليوم ساعة مع روسيا صعب من روسيا ساعة مع روسيا ساعة مع ضد روسيا علما بأن العلاقة أو مستقبل العلاقة أو أفق العلاقة ما بين الروسي والأمريكي ما حدا من كل مراكز الدراسات والأبحاث وحتى المحللين والقراء استطاع أن يتنبأ شو هي ملامحها وإنما الحديث كان عن فرضيات إما أن تدعم روسيا أو الأمريكيين بأن يروحوا باتجاه تدعيم العلاقة مع روسيا لأن الروسي صار أساسي وحاضر بقوة في المنطقة وبالتالي كل من يبحث عن نفوذ ودور في المنطقة يجب أن يذهب إلى الروسي هذه الفرضية الأخرى بأنه أن يتخلى ترامب عن حلفاء الأساسين وهي دول الخليجة وأن يواجه معاركهم يخوضوا معاركهم بنفسهم وهذا الفرضية الثانية لذلك المشهد هو كله حسين مشهد متخبط غير واضح وتحديدا عند الطرف الآخر اللي هو التركي والسعودي والقطري والأمريكي طيب اليوم تحدث عن جينيف بالأمس كان هناك في بيان مكتب الصحفي لسيد مستورة قال بأن الجولة القادمة ستعقب ما بين 24 آذار وحتى الحادي والثلاثين من هذا الشهر هذه الجولة الخامسة والأسطنة هي الجولة الثالثة بدأت الجولات تأخذ حيث زمني أسرع مما كان في السابق هذا ما السبب فيه؟ هل هو فقط الميدان أم تغيرات أقليمية ودولية؟ شوف حتى في دول ذهبت باتجاه إنشاء قناة تواصل دول بالأقليم الأردن مثلا ذهب باتجاه إيجاد قناة تواصل مع الروس نعم وأنه البعض يقول أنه شو السبب أن الأردن اليوم بيروح باتجاه إيجاد هذه القناة أول شيء الأردن جال إعاز بأنه يجب أن تذهب باتجاه إيجاد هذه القناة لأنه في رؤية ومناخ حسين عالمي يعني أو دولي بأنه لابد يعني باتت الحاجة ملحة لإيجاد حل الأزمة السورية بالتالي الأردني ذهب بهذا الاتجاه يعني جزء من المناخ الإقليمي ليش سرعة الوتيرة بعقد إستانا وجينيف؟ لأنه اليوم الجيش السوري عم يخضم أكثر من معركة ولكن المعركة الأساسية هي بحلب وحتى إذا بدك البعض شبهها بأن الحرب الحالمية اليوم تخاض في منطقة الشمال الشرقي لمدينة حلب وبالتالي من ينتصر في هذه المعركة يستطيع أن يفرض شروطه في جينيف في المرحلة المقبلة اللي هيك أنت بتشوفنا بأنه الجيش السوري أصبح في آخر منطقة من الأراضي السورية وهذا قاله دلالاته استراتيجية إذا بدك منحكي فيها دلالاته استراتيجية ونتائج وجود الجيش السوري في هذه المنطقة في منطقة الشمال الشرقي أنا بتقديري بأنه نحن في سباق يعني كل الأطراف في حالة سباق من ينتصر أكثر أو من يحقق إنجازات أكثر على الأرض يستطيع أن يحقق أكثر في السياسة لذلك ترى هناك ترافق وتوازي ما بين انعقاد جينيف من ناحية والعمل على الأرض الميدانية من ناحية أخرى ومنها القوات المارينز الأمريكية اللي صارت موجودة بيعني الحديث عن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة والدور التركي والدور بعض الأطراف والجيش السوري طيب حضرتك تقول قبل قليل بأن هناك ضبابية في الموقف الأمريكي لكن عمل الترامب ما لم يعمله أوباما هو الآن ينسل القوات هناك مشات هناك بطارية موجودة في ريف منبج الغربي وهذا الكلام موجود الآن على كل وسائل الإعلام وواضح ماذا يريد الأمريكان الآن؟ وحضرتك أيضا تشير إلى الدلالات الاستراتيجية لوجود جعربي السوري الآن تقدم باتجاه بحيرة الأسد تقدم باتجاه الطبقة تقدم بأكثر منطقة قرى منبج نعم شوف هذه المنطقة أنا بعرفها منيحة يعني بعرفها جغرافيا بشكل جيد أول شي منذ أربع سنوات تم إخراج الجيش السوري من خلال عبر أعمال إرهابية من قبل هذه الجماعات عبر تركيا وغير تركيا من دول إقليمية وبالتالي شنها جامعات إرهابية من قبل جماعات إرهابية المسلحة في هذه المنطقة باتجاه جيش السوري وبالتالي الجيش السوري لم يكن يسيطر على هذه المنطقة اليوم هناك عودة لهذه المنطقة بالمعنى بالبعد الأهلي والاجتماعي أول شيء نهس السكان هنا كانوا ينتظروا لحظة وجود الجيش السوري أو عودة الجيش السوري لأنه الأهالي والسكان عانوا ما عانوه من الإرهابيين وكل يعني هاي المنطقة شهدت داعش والنصرة وفصائل الجيش الحر وكل طرف نكل بالأهالي اللي هي أصلا نفسية وطبيعة تختلف عن هذه الجماعات الإرهابية هذا بالبعد الاجتماعي له دلالات كبيرة عند السوريين من أهالي هذه المنطقة نتائج هذا الموضوع بالعسكر بالعسكر بأنه أسقط المشروع التركي في منطقة الشمال الشرقي لمدينة حلب يعني التركي كان يريد أن يتمدد باتجاه منبج وما بعد منبج باتجاه مدينة الرقاء اليوم الجيش السوري بعث برسالة للأتراك عبر وجوده العسكري بأنه لا يمكن لكم أن تتقدموا بعد الآن شبر لذلك هناك في ضغط اليوم تركي على روسيا من خلال عدم مشاركة أو مشاركة الوفد الجماعات المعارضة بأنه نحن فينا ننصف كل مفاوضات استانة أو محادثات استانة إذا أنتم ما بتتشتغلوا معنا أو بتتوافقوا معنا على الأرض حول موضوع وجودنا في هذه المنطقة أيضا الجيش السوري استطاع أن يثبت أمر أساسي وهو له دلالات رمزية بأنه التقدم باتجاه مدينة الرقاء وهي أرض سورية لن تكون إلا عبر الجيش السوري وبالتالي إسقاط رمزية داعش ستكون عبر الجيش السوري الأمريكي لماذا موجود؟ مبارح فكرة كان في حديث على أن أعداد كبيرة كانت موجودة في مناطق معينة ليس التقليل من أهمية الأعداد القليلة أو الكبيرة في تواجد أمريكي في هذه المناطق صحيح ولكن ليس بالأعداد بالآلاف التي تحدث فيها أنا بالتقدير أن الأمريكي والتركي وكل هذه الدول التي هي في هذه المنطقة وتريد أن تأخذ أو يكون لها نفوذ عبر تدعيم الطرف الذي هي تدعمه يعني مثلا طرف من الأطراف أخوان الأكراد الذين يسيطرون على جزء من مدينة منبج والمناطق التي هي ما بعد الضفة الأخرى لنهر الفرات الأمريكي يدعم هذا الطرف بشكل أو بآخر حتى مبارح كان فيه بيان عن مجلس تنفيذي وتشريعي في إحدى المناطق السورية في هذه المناطق ويؤكد على العلاقة ما بين الأمريكي وهذا التنظيم لذلك التركي موجود ربما اللي يقول أنه أنا موجود وبأي حل سياسي رحكون أنا موجود وشوف أنت أيضا الحراك الإسرائيلي اللي صار باتجاه روسيا يعني ليش وأردوغان بالتزامن مع زيارة أردوغان لذلك في حراك هو إحسين صاير باتجاه تدعيم الحل السياسي ولكن بالترافق والتوازي مع العمل الميداني العمل الميداني اللي يتقدم فيه الجيش العربي السوري في أكثر منطقة وأكثر مكان صحيح لهيك أنا قلت أنه إحنا في حالة سباق والكفة الميزان هي لأن اليوم لهيك أنا قلت أنه إحنا أسقطنا المشروع التركي من خلال وجودنا في هذه المنطقة وكل طموحات الأردوغانية القائمة على أساس العقلي العثماني في منطقة الشمال الشرقي طيب تقول بأن هذه الأطراف الأمريكان الأتراك السعودية قطر الأردن الاحتلال الإسرائيلي يدعمون من يمثلهم على الأرض داعش كان يدعم أمريكيا وكان وما زال يدعم من قبل النظام التركي رغم ما نسمع عليه الآن عن انتهاء شر العصر بين تنظيم داعش ونظام أردوغان سوف يتركون داعش يلقى مصيره في سوريا والعراب شوف أنا بتقديري بأنه داعش انتهت مهمته واليوم يعمل على إعادة تدوير بالمعنى الصناعي إعادة تدوير جماعات أخرى لهيك يتم اليوم الحديث في إستانة بأنه تحديد من هو الإرهابي وغير إرهابي المعتدل وغير معتدل مناطق تواجد داعش والنصرة ومناطق تواجد غير داعش والنصرة لذلك أنا بتقديري من بعض الأطراف ومن بعض الدول داعش ربما انتهت مهمته اليوم لذلك يتم تشكيل وإن كان هذا التحالف فيه زيف لأنه التحالف الأمريكي ضد داعش لم يحقق نتائج التي تشكلها التحالف بقيادة روسيا على مدى ستة أشهر في حين أن التحالف الأمريكي ضد داعش على مدى سنتين لم يحقق ما حققه التحالف الروسي على مدى ستة أشهر لذلك كان في أباط بيسموه بالمعنى العامي بالنسبة لداعش اليوم لأنه المرحلة جديدة لأنه نحن وهوني كمان هذا الموضوع بديشير لأله بأنه نحن أمام مرحلة تحول ومرحلة جديدة من الصراع في المنطقة لذلك ربما يضحي الأمريكي اليوم بداعش لكن لديه البديل أول مبارح صار في تصريح للمبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا راتني مايكل راتني وقال بأنه هيئة تحرير الشام هي جماعة ما بتمسل شيء على الأرض والجماعة الأخرى التي هي حركة أحرار الشام هي الفصيل الذي يعبر بين مزدوجين عن الثورة في سوريا شو يعني هذا الكلام؟ نعم شو هذا الكلام؟ يعني إعاز ببدء اقتتال جديد في مدينة إدلم ما بين هذه الفصائل وإعاز بتصفيد كل الجماعات التي ترتبط بالنصرة وداعش هذا أمر أساسي لذلك رح تشوف بالمرحلة المقبلة مسميات جديدة مسميات جديدة وحالة اقتتال كبيرة في مناطق التي تتواجد فيها جماعات الإرهابين المسلحة تحديدا في مدينة إدلم وبدأت في الأمس ملامح هذا الصراع الجديد في المنطقة لذلك أنا أقول أنه في عامات أخرى بالمرحلة المقبلة حتى تقدم كفصيل بين مزدوجين أيضا كفصيل معتدل حتى يكون يحاكي إذا بدك الرأي العام العربي والعالمي وأنه مقبول طيب تذكر تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا لكن حتى أحرار الشاملية يصفها بينها يمثل عن ما يسمى بالثورة في سوريا طبعا جزء كبير منها للجانب وأسستها للقاعدة في سوريا لم تشارك بالأستنى الأولى صحيح هيك هني اليوم صار فيه قبل بدء أستنى بيومين تصريح راتني بأنه عملية بدء يعني بدء العملية بإيجاد هيكلية جديدة لمعارضات تسمى معتدلة ممكن ما تشوف أنت فصائل كثير ممكن ما تشوفها مشاركة بأستنى ولا بجينيف ولكن هلأ عم تبدأ المرحلة أو تشتغل المرحلة على إيجاد فصائل جديدة بتقول أنه هي تدعم من قبل الجهة الخارجية وهي معتدلة ويمكن التعبير فيها أمام الرأي العالمي أنا هذا بتقديري لذلك لا يعني ما نمؤشر إذا عدم مشاركة أحرار الشام إذا هي مدعومة من الخارج أو ما نمدعومة لا طالما صار فيه تصريح من قبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا ما يكرراتني بموضوع أحرار الشام هي الفصيل حتى يقول هيك حتى المعلومات بتقول أنه تم قبض مبلغ من المال 15 مليون دولار لدعم هذه الجماعة مقابل ضرب الجماعة الأخرى يعني ما يحتاج من دعم لوجستي وعتاد وكل هذه الأمور طيب فصل مجموعات الإرهابية عن بعض البعض قال بالأمس رئيس الوفد الروسي للأستنى بأنه سوف يتم معاقبة من يخرق وقف اتفاق الأعمال القتالية كيف يتم المعاقبة؟ ما هي الآلية؟ شو الطريقة؟ كيف يمكن أن تضبط الآن عشرات المسميات من الإرهابين وتداخلات المرعبة ما بين داعش والنصر وجيش الإسلام وأحرار الشام ومبقية هذه المسميات؟ شوف حسين أنا بظن بلقاء سابق مع حضرتك نعم أشارت لصغرة أساسية تضمن القرار 2054 القرار صادر عن مجلس الأمن هنا كانت الطام الكبرى بأن هذا القرار حدد بأن الجماعات التي يجب أن يتكاتف العالم أجمع بمحاربته هي داعش والنصر ولاحقا تحدد من هي جماعات الإرهابية الأخرى لاحقا هنا كانت المعضلة فكيف لاحقا ما هي المعايير؟ متى يكون التنظيم إرهابي ومتى يكون غير إرهابي؟ مين اللي يحدد؟ مين جهة اللي يحدد؟ كل هذه النقاط الأساسية التي كان يجب أن تصدرها عن منصة الأمم المتحدة لم تصدرها وبالتالي وقعنا في هذا الخطأ الأساسي هلأ أنا بتقديري بأنه طالما مصنف داعش والنصر بأنه هي جماعة إرهابية أوكي نحطها على جنب العمل على إنجاد جماعات أخرى غير إرهابية ولكن أنا برأيي أنه ظل منطق القوة هو الأساس كل من يخرق كل من يرفض منطق الحوار والحوار السياسي السوري لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو يعتبر خارج إطار إيجاد حل الأزمة السورية وبالتالي يعتبر إرهابي لذلك أنا بتقديري من هذا المنطق تم الحديث فيه بأنه إما أن تكون ضمن هذا الحوار لإيجاد حل الأزمة أو تكون خارج إطار فأنت إرهابي وبالتالي تعاقب من خلال ميدان من خلال وجودنا على الأرض وهذا الأمر حصل نعم في أكثر من مكان وفي أكثر منطقة طيب الخبراء العسكريين الآن يجتمعون للدول الضامنة الثلاث الجانب الروسي والإيراني من جهة والجانب التركي من جهة أخرى في حال تم الاتفاق عن شيء ما اليوم في البيانة الختامية رب ما رح يستبق الأمور يمكن تطبيقها فورا على الأرض أم أيضا المعوقات الموجودة ليس من السعودية وقطار بل حتى من الأتراك أنفسهم شوف هنا بحاجة أنت لنظام ضمانات حتى المعاهدات الدولية عندما تصدر بيكون في مرفق فيها نظام ضمانات لأنه ممكن دولة من الدول تخرج عن السياق فبالتالي يكون هناك نظام ضمانات لضمان وجود هذه الدولة واستمرار وجودها لتطبيق الاتفاقي أو المعاهدة أنا بالتقديري إذا لم يصدر نظام ضمانات عن استانا أو جنيف في المرحلة المقبلة رح تضل أنت تعاني على الأرض من خلال تم تحديد وغير تحديد وبالتالي عندما تهجم على حركة أو فصيل من فصائل الجماعات المسلحة يتم الهجوم على روسيا تحديدا وخاصة الروسيا لأنه هلأ روسيا هي مستهدفة بتصويرها أنه هي ترتكب أعمال إرهابية ضد ناس آمنين بمناطق معينة علما أنه حركة أحرار الشام ومثيلاتها والزنكي وحركة حزب التركمانستاني كلها هي حركات ارتكبة أعمال إرهابية وهذا الأمر ما عد يخفى على المواطن العادي والقارئ والمشاهدة العادي لذلك أنا برأيي حسين نحن حتى نقدر نلزم هذه الدول وتحديدا تركيا وقطر والسعودي واليوم التركي هو رأس حربة في هذا الموضوع أنا بتقديري وأنه لازم ينشأ نظام ضمانات تضمن وجود هذه الدول التي هي على أساس ضامنة لهذا الاستاني بدون نظام الضمانات راح تضل أنه بحالة مد وجزر التزم الطرف الآخر أو لم يلتزم وتصير أنت بتقول أنه خرق الاتفاق بالمكان معين ومخر لذلك أنا بقول أنه مع نظام الضمانات يجب أن يكون هناك أيضا مرفق بعقوبات أو حالة ضغط يضمن أردوغان اليوم؟ أردوغان راح يضمن حتى تتبلور السياسة الأمريكية تجاه المنطقة أردوغان حتى الآن يراوغ ويعمل على تفويت الوقت لرؤية أين سيذهب ترامب تجاه القطر والسعودية يعني الحلفاء والأساسيين وتجاه الموقف التركي في المنطقة طيب طبعا أحد نسؤولي نظام السعودي موجود في أمريكا والتقى بترامب لي هو ولي ولي الأحد صحيح هو أيضا الورقة الأمريكية التي استخدمها في وقت أوباما لشن الحرب على اليمن لبدأ أدى التفاصيل بتطوير الحرب على سوريا ماذا كان الحديث هناك غير أنهم اتفقوا على أن إيران تمثل تهديد حقيقي لأمنهما هو مثل مع الجحسين هي الأساس هو كان والهاجس اليوم هو على أنه الدور الإيراني نعم هو البعبع بالنسبة لكل هذه الدول حيث أن إيران اليوم تعلن بأنه هي موقفة إيجابي و جيد من كيان الصهيوني لا تكون هناك مشكلة في إيران وأنا بدي أقول هون يعني هذا استطرادا بأنه هذا العالم لا يمكن أن يقبل بإيران نووي لا يمكن أن نقبل نقطين ما بيقبل فيه لا إيران نووي ولا حزب الله قوي صاروخي وبالتالي طالما هذه القوة يعني حزب الله وإيران تمثل هذه القوة رح يظل الضغط مستمر و رح ضل دول الخليج تعمل على إثارة المشاكل تجاه إيران أنا بتقديري بأنه محور النقاش اللي صار وهذا ما كتبته الصحف بشكل هيكي سريع مقتضب مقتضب بأنه كان إحدى الملفات الأساسية اليمن أنه السعودي وطلب من السعودي بأنه أنت ما فيك تكفي لأنه هاي لاندوها تخسرت الحرب حتى اللحظة لم تحقق نتائجها في اليمن وبالتالي السعودي يريد أن يخرج من هذه الحرب ويحفظ ماء وجهه أو بأقل الخسائر وبطريقة مشرفة يعني حتى يقال أنه حتى تم النقاش بهذه التفاصيل أنه كيف نحن فينا نخرج وحفظ ماء وجهه الأمر الآخر مثل ما قالته الدور الإيراني الملف السوري كان حاضر وخاصة أنه السعودي لا تزال لديها ذات الاستراتيجية التي اعتمدتها من بداية الحرب على سوريا ولا تزال تشكل رئيس حربي وإن كانت اليوم تعطي الواجهة هي للتركية وهون إذا بدك منفوت على موضوع الحديث اللي صار بآخر فترة عن موضوع جامعة الدول العربية على أنه صار في حديث كثير بموضوع أنه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بغض النظر سوريا تقبل أم لا تقبل بالعودة إليها ولكن هذا الأمر له أيضا دلالته بإطار إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعني جزائري كان وهي بالمعلومات بأنه إذا كانت سوريا هي موجودة في الأمم المتحدة وهي الطرف الشرعي والرسمي والممثل عن الشعب السوري كيف يمكن لجامعة الدول العربية اللي هي سوريا ممثل مؤسس أساسي ودولة ذات ثقل وهي المحرك اللي كانت سوريا على فكرة بجامعة الدول العربية تخرج من هذه الجامعة وشفت أنت لاحظت بأنه الحديث تم من حيدر العبادي نعم وزير الخارج العراقية وزير العراقية والمصريين مجلس الشعب المصري أيضا أصدر مذكرة بدعوة سوريا إلى العودة إلى جامعة الدول العربية الطرف اللي كان رافض لهذا الموضوع بغض النظر برجع بقول عن رغبتنا بالعودة أو عدم رغبتنا الطرف الأساسي وهون بيأكد على أن السعودية لا تزال هي بذات الموقع المعادي لسوريا كان الرافض الحقيقي والأساسي عند زيارة جبير إلى العراق وتم الحديث بهذا الموضوع كان رافض بشكل قطعي بأن سوريا لا يمكن أن تعود في الوقت الحالي لأن أسباب خروج سوريا من الجامعة للدول العربية لم تحقق حتى اللحظة بهذا المعنى لذلك الموقف لذلك المشروع هو ذاته اليوم مع قليل من الانحسار والتراجع لأنه أنت تقدمت على الأرض نعم طب بهذه الحالة السعودية نتوقع منها أن تستمر وأن تجد بدائل أن حتى تفشل الأستنى وجنيف ممكن تعرقل ولكن السعودية هي مجبرة اليوم بالذهب باتجاه يعني أنه تشارك بي أو تدعم الجامعات أو تعطي إعاز بالمشاركة باستنى وجنيف بس السعودية ما راحت للآخر باتجاه خلص إيجاد حل الأزمة السورية ونحن جمعات لنا حتى اللحظة بالنسبة لأيها المناخ غير مناسب وهم يعتقدون حسين وهي بالمعلومات بأنه طالما الرئيس الأسد موجود فهم على موقف عدائي منهم يعني الموقف الهدف الذي يرفعون من البداية لذلك نحن نقول أنه الرئيس الأسد حاضر والرئيس الأسد موجود والشعب السوري اللي التفحى والقياة أيضا موجود ونحن اللي انتصرنا وحققنا إنجازات على الأرض رايحين على جونيف ورايحين على أستانه من موقع قوي وهم في فرق بين أنك تتفاوض من موقع ضعف وقوي بالنسبة لأننا نحن مرتاحين كثيرا على وضعنا وبالمرحلة الجاية أنا متفائل فيها كثير نتيجة أنه في معطيات كثيرة ربما لا تعلن ولكن على الأرض الوضع جيد جدا والأهم في ذلك هو الميدان ميدان بعد حرب تغييرت التفاصيل الميدان هو الفكرة حسين ولا مرة كان الميدان إلا هو الأساس يعني لا يمكن أنه أنت تكون ضعيف وتعمل هذه الدول أو هذه الجماعات على أنه تعطي إعازة لمجموعات الإرهابية المسلحة وتروح تفاوض معك أو تجي لتناقش معك إذا أنك كنت ضعيف بالعكس سيزيد الضغط عليك لتضعف أكتر إذن نحن أقوياء ونحن بموقع قوي وهذا مو موضوع أنه رفع معنويات للشعب السوري نحن بمرحلة نحن صرنا نصدر المعنويات نحن ملن بحاجة معنويات وهذا موضوع ما بيجي بإطار التنظير وحقيقة نحن وضعنا جيد نتلاحظ حسين الجيش السوري وهذا موضوع برجع بقول دلالاته كتير كبيرة جيش السوري اليوم في أقصى مناطق الشمال السوري يعني هذا الأمر بالسياسي وبالاستراتيجيا وبالعسكر له دلالات ونتائج بالعمل السياسي بالمرحلة المقبلة حتى التقدم في تدمر الآن بعد تأثيرها مرة ثانية نستمر باتجاه السخنة باتجاه السخنة وستيطرة على أكتر من موقع يعني الجيش عم يخوض أكتر من معركة حقيقية بأكتر من مكان ولكن أنا مثل ما قلت بالبداية بأنه المعركة الأساسية هي بالشمال الشرقي لأنه كل الأطراف صارت بهذه المنطقة يمكن يحصل تصادم في تلك المنطقة؟ لا ما السبب؟ السبب لأنه في ضامن روسي بعدم أنه يصير في أي احتكاك أو تشابك بهذه المنطقة لأنه مجرد ما صار في اشتباك بهذه المنطقة يعني خلاص تم إسقاط كل الخطوط الحمراء وبالتالي الدخول في دوام عسكرية وحرب كبيرة لا التركي حاجة إلى الألاء لا التركي بدو إياها نعم ولا الأمريكي كمان بدو إياها لأنه الأمريكي لو بدو يدخل بعمل عسكري يدخل من بداية الأزمة الأمريكي غير قادر وما بدو يدخل أصلا بعمل عسكري الأمريكي بيدعم جماعات معينة بالمنطقة ولكن هو ما بيدخل لذلك في خطوط تم رسم خريطة في هذه المنطقة يعني هذه الخريطة هي اللي بتحدد مسار العمل في منطقة الشمال الشرقي وأنا بقدر بقول يعني أنه ما رح يصير فيه اشتباك طيب لكن هناك بعض الأمور يعني أردوغان قبل أيام كان هناك وجوم لقوات المحتلة باتجاه مواقع جيش عرب السوري كان هناك شهداء وجرحى صحيح يعني يمكن مثل هذه الهجمات أن تشعر فتيل مواجهة في تلك المنطقة وفي نفس الوقت لن يرد السوري أن تبقى أراضيه محتلة من التركي صحيح بس نحن الضيف شغلي للي ذكرت حضرتك بأنه حتى البعض يأتي بأولي أخي الأمريكي موجود بهذه المنطقة كيف أنت بتقبله كيف عم تتواصل معه كيف عم تكون التعامل بالنهاية السوريا هي دولة وإلى خياراتها سوريا تستطيع أن تحدد متى يكون لديها معركة ومتى يكون ما تدخل بمعركة وبالتالي بالعلاقة مع الأمريكي هلأ بالوقت الحالي نحن نرى أنه لا يوجد معركة نعم ربما في تفاهم عبر وسيط وكذلك الأمر مع التركيا وبالتالي هذه خياراتنا يعني لا أحد يجبرنا على الدخول بمعركة ولا يستفزنا مستفزة عتيشاء يعني نحن لا نستفز لا يستفزنا ولا نستفز متى هو يريد أن يشاء بهذه المنطقة وهذا ليس موضوع ضعف وإنما هي رسم لمعركة رسم لخريطة رسم الاستراتيجية لذلك نحن خياراتنا ربما تكون خيارات الدولي اليوم بأنه بعدم الذهاب أكثر باتجاه العمل العسكري باتجاه أي دول من هذه الدول الموجودة في هذه المنطقة نحن عنا أرض نحن بدنا نستعيدها ودخول الجيش السوري على منطقة منبج هو استعادة حقه استعادة حقه في هذه المنطقة وتم رفع العلم السوري في أكثر من دائرة رسمية في هذه المنطقة ونحن أول من سيتقدم باتجاه تحرير أرض سورية هي الرقة وهي معلومات يعني هاي ما أنه تحليل ولا نحن ما رح نترك أي حدا يحرر أرض عنه لهذا نجد قواتنا الآن بأطراف بحيرة الأسد في أقصى الشمال يعني هاي المنطقة أنا بعرف أحسين هاي منطقتية يعني بالنهاية نعم يعني أنا على مئة بالمئة الجيش اليوم موجود بمناطق جدا بعيدة يعني عن جد يعني هذا الجيش يعني رح تدرس بالأكاديميات العسكرية مدى قدرته وإمكانياته بعد سبع سنوات من الحرب والهجم طيب ماذا ننتظر حتى نصل للرقة الميدان فقط أم خيارات أقليمية موجودة في السح موضوع خاضع لتفاهم حتى لا يصير فيه اشتباك المنطقة أكملة بحديدا بهذه المناطق هو خاضع لتفاهمات كبرى وإنبارع عملية أطلاق النار يعني عملية أطلاق النار يعني توصيف بأنه المعارضة عندها عدم ذهابها إلى استانة أو إلى جنين في المرحة المقبلة كما يطلق النار على رجل وبالتالي وبالتالي يعني أنت بتخسر على الأرض يعني لأنه نحنا اليوم اللي بمتلك الأرض بدي أقول أنه موضوع الرقة أنا بقدر أقول أنه متهي المناخ للدخول إلى الرقة ولكن نحن أول من سيدخل الرقة وهذا بالتالي سوف يكون هناك أيضاً توافقات في هذا السياق بين الجنب الروسي والأمريكي حتماً من مصلحة الأمريكان أن ندخل الجيش السوري إلى الرقة موضوع مصلحته موضوع أنه نحنا وين نشوف مصلحتنا نعم يعني نحنا لأنه شفنا في أرض ممكن يكون فيها أمريكي وغير الأمريكي في هذه المناطق نحنا رحنا باتجاه أنه تتقدم قواتنا بهذه المناطق يعني موضوع ما نمرتبط نحنا ما نحقق مصلحة أمريكا طيب بهذه الحالة ليس مصلحة أمريكا أن يدخل الجيش عربي السوري ويستعد الرقة لا لا الأمريكي مو موضوع الأمريكي يريد أن يهجم على داعش نعم هو يقول أنه أنا عندي تحالف لأهجم على داعش أما مصلحته أو غير مصلحته هو يريد أن يقضي على هذا الإرهاب الذي يسميه أنه عن جد في حقيقة في إرهاب بس ما بيحدد أمتى يدخل الجيش السوري لهذه المنطقة أو أمتى ما بيدخله الموضوع خاضع بالتفاهم مع الحلفاء الروسي الأمريكي السوري طيب وهذا التالي يحتاج إلى تبلور موقف أكثر وضوحا من الجانب الأمريكي حتى اللحظة فينا نقول ما فيه موقف طيب متى سوف ينضج الموقف الأمريكي حيال سوريا هو موقف عدواني لكن الصورة ضبابية الصورة غير واضح شوف دائما الموقف السياسة الخارجية الأمريكية ما بتعتمد على الشخص ما بتعتمد على أحسين أو أحمد إذا أجاه يستلم هذا الموقع ولا ترامب ولا أوباما هو موضوع سياسة ثابتة وإشخاص تغيرين هي مراكز دراسات وأبحاث هي التي تحدد شكل استراتيجي أو سياسي التي تعتمد في اتجاه المنطقة حتى لما في 2003 تم خروج مظاهرات على بوش وتم إدانة الهجوم على العراق وإحتلال العراق فرد عليهم بأنه أنا لا أمار السياسة الخارجية استنادا إلى المظاهرات في الشارع وتالي هذا التأكيد على أنه مراكز الأبحاث والدراسات هي اللي بتحدد السياسة أنا بتقديري بأنه الأمريكي يريد أن يحقق أكثر يعني النجاحات على الأرض يعني أوراق على الأرض لذلك هو معم يعلن شو هي الاستراتيجي اللي بتعتمدها لهيك بتشوف السعودي في عارة تخبط وربما جزء من زيارة ولي ولي العهد السعودي لأمريكا ولقاء ترامب هو للاطلاع عنه شو الاستراتيجي يا أخي اللي بتكم تعتمدوها لأنه نحن عم نخسر ونحن رايحين بتجاه التفاوض وبالسوريا خسرنا وباليمن خسرنا والدور الإيراني عم موجود في المنطقة وبالتالي شو الاستراتيجي اللي لحط اللحظة ما فيه استراتيجي واضحة لديهم استراتيجي بس ما علم أنه أكيد بطبيعة الحال الموقف من إيران ما رح يكون في حالة تصعيد كتير كبير أنا بقدر أقول ولكن فيه عملية ابتزاز للطرف السعودي من المسياس الأمريكي طبعا أيضا زيارة الملك السعودي إلى اليابان وبيع أسهم من أرامكو إلى الجانب الياباني فيها تغييرات الموقف في المنطقة طيب خليني عب مرة أخرى إلى أستنى ما يقصى يمكن أن نحصل عليه في هذه الاجتماعات اللي وصلنا في الجولة الثالثة يمكن نذهب إلى جولة رابعة وخامسة ومثل ما لاحظنا ونالك جولة خامسة من جينيف الأسبوع القادم شوف نحن إذا تحققت هاي العناوين ثلاثة التي تم إعلان عنها تحديد مناطق تواجد داعش والنصرة وتحديد من هو الإرهابي غير إرهابي تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز التعاون ما بين الدول الضامنة هاي ثلاثة نقاط إذا تم الذهاب فيها إلى جينيف يعني في أرضي وأرضي خص بالنقاش باتجاه أمور أخرى وانا قلت المرة الماضية بأنه النقاط التي وضعها ديمستورة بالوسيقة التي تقول باللاورقة والتي هي 12 نقطة أو بنود ضمن هذه الوسيقة هي نقاط أنا بتقدير ستكون هي المبادئ الأولية أو المواد الأولية للبحث في جينيف في المرحلة المقبلة لأنه هاي المبادئ حددت الكثير وبتقديري بأنه جانب السورية طلع عليها لأنه تم تحديد فيها على هوية سوريا موقع سوريا واحدة سلامتها وصنامة أراضيها واستقلالها السياسي وبالتالي راح تكون بالمرحلة المقبلة كجانب أساسي بجينيف راح يكون نقاش هذه المسائل وأنا بشوف أنه إذا تم مناقشة هذه النقاط هو تطور كبير جدا بس ما نتوقع أنه مباشرة في كل الوضع الإقليمي والدولي لأنه ينتج حل سحري عن جينيف خمسة أنا بتقديري أنه جينيف خمسة وستة وسبعة مستمر لأنه المناخ لا يزال في حال التخبط طيب تحاول السعودية وتركيا بأن تفصل مسار جينيف عن مسار أستانا قادرين في المرحلة المقبلة أم لا يوجد أمكاني العزل ما بينهما لأنهما يكملان بعضهما البعض لأنه الروسي مع السوري ومع الإيراني هم اللي ثبتوا أستانا نعم يعني ما التركي والسعودية ولا التركي هو اللي عمل اجتماع أستانا أستانا هو إنجاز سوري إيراني روسي قالينا هيك وهو نتيجة طبيعية للإنجاز العسكري اللي حصل في حلب وتم استثمار هذا الإنجاز العسكري بأنه يكون في نقاش بهذا الموضوع هلأ ليش بدي يتم فصل المسارين عن بعضهما ربما يرى السعودي بأنه لا يزال لا يزال الروسي هو طرف في هذه الحرب علما أنه تم الوصول بفترة من فترات من قبل هذه الجماعات ومن قبل هذه الإطراف بأنه الروسي هو ضامن نحن نشوف أنه عندما يكون الروسي بالنسبة لأنه هو ضامن فهو أمر جيد جدا لأنه الروسي إن كان ضامن هو يحافظ على سوابت يعني ضامن مع سوابت ليس ضامن بأنه أنا بتنازل عن سوابت حلفائي أنا ضامن لهذا الحل ضامن لهذا النقاش وهذه المفاوضات مع الحفاظ على سوابت الدولة السورية اللي هي بتقول وحدة سيادتها وسلامة أراضيها واستقلال السياسي والتأكيد على هويتها السورية الأساسية إذن إذا ما يكون هذا الضامن هذا الخوف من القبل السعودي بأنه ضامن منحهز يعني مدحيز وهون دائما بتشتغل على موضوع فصل مسار جنيف عن الإستانة أنا بقول ما في إمكاني للفصل لأنه التمهيد أو الطريق إلى جنيف يمر عبر الإستانة طيب السعودي ماذا نحتاج حتى يغير من موقفه فقط الميدان بصراحة أنا بتقديري برؤيتي مرتبط بأكتر من النوطة مرتبط بأول شي بدي يشوف شو هي الخطة الأمريكية هل بدي يروح معه بمشروعه ولا بدي ينكفئ هوا بدي يكفو يعني يردوا عن المشروع الأساسي وهي اللي بدي يخرجوا من اليمن هل بدي يجبروا على أنه يروح باتجاه إيجاد علاقة إيجابية مع العراق هذه الأمور كلها مرتبطة بالخطة الأمريكية مرتبطة أيضا بالميدان ومرتبطة بالداخل البيت السعودي بأنه كمان فيه اختلاف بالرؤى يعني لا توجد رؤية واضحة وحدة بالداخل البيت السعودي وهي أيضا بالمعلومات فيه اختلاف بوجهات النظر حول تحديد الموقف بالمرحل المقبلة في ظل وجود ترامب من القضايا الأقليمية فبالتالي لا بد من تحديد موقف بالمرحل المقبلة من دور الإيراني لا بد من تحديد موقفنا بموضوع السعودي بموضوع وجودنا باليمن والخسارات اليومية اللي يخسرها لأنه كرامة السعودي صارت بالوحل يعني هذا ثورة الحفات الحقيقية عن جد هذول الناس اللي ما بيمتلكوا إلا البارود اللي كليشن عم بيواجهوا أعطاء قوة يعني عسكري في المنطقة واللي هي يعني السعودية يعني كل أدوات الإسلاح الحديثي وديوا القوة ولكن تمتلك كل الوسائل القوة الحديثة ما قدرت تنتصر على الشباب السوار الموجودين في اليمن لذلك مرتبط الموضوع مرتبط الموقف السعودي بالمنطقة بالمرحل الموقف المرتبط بأكثر من موقف مثل مألة خطة الأمريكية موضوع الموقف من إيران من اليمن بأكثر من نقطة عضو مجلس الشعب السوري يلستاذ حمد مرأي وعضو المكتب السياسي أيضا في الحزب السوري القومي الاجتماعي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك بيادة جزء من التقطة ومشاهدك كرام نتوقف عند هذه اللحظات بالتأكيد مستمر معكم إن شاء الله على رأس الساعة نشرة الأخبار وكل جديد في الأستنة سوف يكون معكم على هوا مباشرة نحياكم الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك